طيب يا دكتور احنا اتكلمنا على وقت اخراج الزكاة زي ما حضرتك قلت بعد مغرب اخر يوم في رمضان نعم اخر معاد ممكن ان نخرج فيه زكاة الفطر امتى جماهير الفقهاء بيقولوا اخر معاد المغرب مغرب العيد مغرب العيد لكن بعض الفقهاء قالوا باخرها صلاة العيد استدلوا بحديث يعني من اخرجها قبل العيد فهي زكاة ومن اخرجها بعد العيد فهي صدقتهم من الصدقات لكن الجمهور قالوا صدقتهم من الصدقات يعني محسوبة لكن اجرها قبل العيد اكبر ليه هتدي مجال للفقير انه هو يلحق يفرح يلحق يشتري الحاجة اللي اتفرحه صح يلحق يجيب الحاجة اللي تناسب عياله ولاجل هذا لاجل هذا المعنى قلنا ان الافضل في هذا العصر اخراجها مالا وخلي بالك بالمعنى ده المعنى ده وان كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عصره الشريف قد قدرها قوتا صاعم من كذا او كذا او كذا لكن هذا كان يناسب العصر النبوي الناس محتاجين ايه في يوم العيد عايزين يأكلوا المشكلة في الطعام وفي الاتيان بالقوت دلوقتي المشكلة مش مشكلة اكل المشكلة دلوقتي مشكلة فرحة ومشاركة فانت تدينه الفلوس هو ادرى بما يصلح له وادرى بما يغنيه عن الطواف هو عايز يفرح زيك ولأجل هذا قلنا ان اخراجها مالا انسب للعصر وهو مذهب جماعات من العلماء والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا دائما ان ننظر الى مقصود الشرح وان لا نقف عند العصر النبوي في فرق كبير بين ان نتبع المنهج النبوي وبين ان نسحب العصر النبوي العصر النبوي عصر له وسائله وله بيئاته وله اعرافه لكن العصور تختلف يعني انتم اعلم بشؤون دنياكم الاسلام ليس حكرا على عصر واحد الاسلام كما خوطب به البدوي في الصحراء خوطب به ايضا رائد السفينة في الفضاء فهو يصلح لكل الاسقف المعرفية ويتسق مع كل الحقائق العلمية عظيم من يستحق زكاة الفطر وهنا عندي سؤال برضو في من هو يستحق زكاة الفطر بعض الناس بيقولوا انه الاب ممكن يعطي لبنته زكاة الفطر لو كان حال زوجها غير ميسور هو في الحقيقة نريد ان نبتعد بالزكاة عن الاصول والفروع بنتك لو هتحتاج انت هتديها من مالك سيب الزكاة سيب الزكاة لغير الاصول والفروع لا نريد ان نجعل الزكاة توقاية لاموالنا الزكاة دي زيادة لاموالنا ولذلك الاصول والفروع امك لو احتاجت انت هتديها من فلوسك مش هتديها زكاة ولكن من لا تجب عليك النفقة له من الاخارب برضو زي اختك مثلا زي اقاربك من جهة الامة او الاب كل هؤلاء مداموا محتاجين ولا تجب عليك نفقتهم فيجوز لك ان تعطيهم من زكاة مالك ولك اجران اجر صلة الرحم واجر الزكاة يبقى زكاة الفطر مصرفها هي زكاة المال كما قال الفقهاء لكن زكاة الفطر تختص وتتميز بانها لاغناء الفقراء والمحتاجين في يوم العيد شعيرة بهجة يمكننا ان نسميها شعيرة بهجة بهجة للصائم لانها تمح ذنبه وتجبر خلل صومه ورمز لشكر مولاه على ما اولاه من صوم وقيام ونفقة وعمل صالح وفي نفس الوقت بهجة للمجتمع وشعور بالالفة بين افراده يعني اجمل شيء ان تجد الصلاة العيد ويجتمع لها جميع الطواف وجميع الطبقات وجميع المستويات المادية يقف الفقير بجانب الغني يقف القوي بجانب الضعيف يقف من يجد بجانب من لا يجد ويشعر الناس بهذا التناغم وهذه الشعيرة المجتمعية يعني تفعل حالة من التواءم المجتمعي والحب الزائد الذي يؤثر تأثيرا فعالا في علاقات الناس وفي حرصهم على بلادهم وحبهم لها بكل تاكيت